بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ لعلى ويخزقون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعهم شهاب ثاقب فاستفتهموا أهوه أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأواية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين آه إذا مثنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا لولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وحشروا الذين ظلموا وأزواجا وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوه إلى صراط الجحيم وقفهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكنوا منين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشترفون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركم آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب لليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معهم فواك وهم مكرمون في جنة النعيم على سرق متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كهنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرمين يقول أهنك لمن المصدقين أهذا مثنا وكنا ترابا وعظاما لنا لمدينون قال ألا المطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المخضرين أفما نحن بمهيدين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعزبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلنام شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالغون منها الغفون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوابا أضالين فهم على آسارهم يمرعون ولقد ضل قبلهم أكثر لولين ولقد أرسلنا فيهم من منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتههم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا داخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربهم بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبهون أهفك نالهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عن المدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأراجوا به كيدا فجعلناهم لسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي لرب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما ثم رستك دنيا إن شاء الله من الصادرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيئا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إننا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومي ألا تتقون أتدعون بعلهم وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم لولين فكذبوا فإنهم لمخضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشهون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبذنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف لو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهموا ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهو مشاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابه إن كنتم صادقين وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبون ما أنتم علي بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لون عندنا ذكرهم من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن نجدنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعدلون فإذا نزل بساحتهم فساء صلاح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أفعلوا قبل والمقاطع spot وترجمة نانسي قنقر